تعال اقول لك شو هات ارقام بين امام عشور وحمد فتح عشان تعرف الابجريد اللي الاهلي عملوا او التحديث اللي الاهلي عملوا في مركز رقم 8 مركز لعب الوسط في النادي الاهلي تعال نشوف همتكلم عن الموسم الماضي امام عشور لعب 15 مباراة مع اذا جابوا الاتنين بتشيرت الاهلي امام عشور كان لعب الموسم الماضي في الدوري 15 مباراة وحمد فتحي 17 مباراة امام عشور سجل هدفين حمد فتحي سجل هدف امام عشور صنع 4 هدف حمد فتحي صنع هدفين تزديدات لكل مباراة امام عشور سدد 3 في كل مباراة وحمد فتحي سدد 1 بس تزديدات على المرمى 1 في كل مباراة لامام عشور مقابل يعني انت بتتكلم فاصل 2 يعني بتتكلم أقل من نص في كل المباراة لحمد فتح مش من مميزات حمد فتح التصوير من خارج منطقة جزاء لكن هي ميزة عند إمام عشور تمريرات مفتحية تمريرات تقدر بعدها تسجل أهداف واحد فاصل يعني واحد ونص تقريبا معدل في المباراة الوحدة لإمام عشور مقابل يعني أزد أزد بسيط من نص الحمد فتحي فبرضه إمام عشور مميز فيها صناعة الفرص بقى بشكل مباشر يعني خمسة لإمام عشور اتنين لحمد فتحي تدخلات سنائية اتنين فاصل خمسة تدخلات ناجحة في المباراة الوحدة مقابل واحد فاصل واحد لحمد فتحي قطع التمريرات زي بعد واحد فاصل اتنين والفوز بالكرات السنائية فاصل سبعة لإمام عشور فاصل أربعة لحمد فتحي ده معدل المباراة الوحدة يعني أرقام إمام عشور في الدوري المصري عموما امام لعب 108 مباراة في الدوري سجل 17 هدف صنع 12 هدف تلقى 16 بطاقة صفراء وبطاقتين حمرواتين دي ارقام امام عشور بشكل عام